بسم الله الرحمن الرحيمة أبنائي وبنات طلاب وطالبات الصف الرابع أهلا ومرحبا بكم عن ملصة البس المباشر بالوزارة ودرسا جديدا من دروس الرياضيات يسحبكم في إحلالتكم أستاذ محمد ناجي معلم الرياضيات ومدرب النظام الجديد ومدرب مادة الرياضيات للصفوف العليا بإدارة نصر التعليمية محافظة بن سويف طبعا كل بداياتنا بنرحب أولا بأبطالنا اللي نجحوا في اختبار الحصة الماضية وجاب الدرجات النهائية أول طالب عندنا أحمد محمد ناجي مدرسة شجرة الدور تاني ضارب طالب عندنا مينة جميل من مدرسة كلية الزراعة الابتدائية الطالبة الثالثة ماري محمد من مدرسة المعرفة والطالب ياسين إسلام من مدرسة الراهبات طبعا دم ولادنا الشطار جدا اللي حصل على درجات النهائية في الاختبار الماضي إن شاء الله احنا هلدأ في الوحدة التانية استراتيجيات عمليتي الجامع والطرح هناخد الدرس الأول في الوحدة التانية خواصة عمليتي الجامع والدرس التاني بإذن الله مراجعة استراتيجيات الحساب العقلي وفي الدرس التالت بإذن الله هناخد جامع مع إعادة التسمية إن شاء الله مع نهاية هذا الدرس نتمنى على الله أن يكون التلاميذ قادرين على أن يكون يحددوا خواصة عمليتي الجامع يعرفوا إيه خواصة عمليتي الجامع وإزاي بيه نقدر نفرع بين خاصية وخاصية إن شاء الله يطبق استراتيجيات الحساب العقلي المتنوية على الجامع والطرح وبإذن الله يقدر يجمع عداد صحيحة متعددة الأرقام ننطلق ريحتنا أول خاصية عندنا من خواص عملية الجامع هي خاصية الإبدال يعني إيه الإبدال يا مستر؟ الإبدال يعني أقدر أجمع الأعداد بأي ترتيب وتبقى الإجابة كما هي يعني لو أنا قلت مثلاً 3 زائد 5 يساوي كام؟ آه برافو عليكم هتقولي يساوي 8 برافو طيب فرد أنا أبدلت الخمسة ما كانت 3 وقلت 5 زائد 3 يساوي كام؟ تعالوا نجمع 5 زائد 3 كان برافو عليكم 8 إيه دا مستر؟ دا طلع نفس الناتج هو دا اللي احنا بنقصد بيه بخاصية الإبدال يبقى خاصية الإبدال إن أنا أقدر أبدل الأرقام يطلع نفس الناتج طيب ما ناخد إيه؟ خاصية إيه؟ رقم تاني يعني سنقولت 7 زائد 9 يساوي كام؟ شطار هتقولي يساوي 16 برافو عليكم طيب لو قلت 9 زائد 7 يبقى أنا بدلت الأرقام أهي كانت هنا 7 زائد 9 طلعت ب16 هنا بدلت وقلت 9 زائد 7 برضو يساوي كام؟ أحسنتم يساوي إيه؟ 16 يبقى إيه إذن الإبدال إن أنا أقدر أبدل الأرقام طيب ناخد مثال لو عندي 20 زائد 7 زائد 5 زائد 3 هاعمل إيه؟ هجمع الأول 20 زائد 7 هتقولي 27 يبقى 27 زائد 5 يبقى كام؟ برافو عليكم هيبقى 32 زائد 3 هيبقى 35 يعني ما جمعت الأربع أرقام دي طلعت بكم؟ 35 جمعت 20 جمعت 20 زائد 7 بـ 27 وجمعت 5 زائد 3 بـ 8 جمعت 8 مع 27 طلعت بـ 35 طب تعالنا نبدل يعني عملت إيه؟ نفس الأربع أرقام العشرين والسبعة والخمسة والثلاثة نفسهم 3 5 27 يعني نفس الأربع أرقام بس عملت عملية إيه؟ تبديل هنجمع الثلاثة والخمسة هتقول لي 8 زائد هنجمع السبعة زائد العشرين هتقول لي 27 يبقى إيه؟ إيه؟ لما نجمع بقى هنا ده الثلاثة زائد 27 تقول لي بكام؟ برافو عليك هتقول لي أيوة بـ 35 يعني طلعي نفس الإيه؟ نفس الناتق طيب تعالنا نشوف اللي بعدها إيه مستر ده نفس الأرقام نفس الأربع أرقام بس بديلهم جاب الخمسة زائد العشرين الأول هتقول لي كام؟ برافو عليك هتقول لي بـ 25 يبقى 25 زائد 3 زائد 7 كام؟ هتقول لي 3 زائد 7 10 هنجمع عشر مع الخمسة وعشرين هيطلعوا 35 برافو عليك طب نجربوا بقى نبدلهم كمان مرة هنجمع سبعة والتلاتة جبنا بقى سبعة والتلاتة في الأول هطلعوا عشر زائد هنجمع العشرين مع الخمسة اطلعوا خمسة وعشرين هنجمعهم مع بعض هيطلعوا خمسة وثلاتين يبقى ده خاصية الإبدال إن أنا أقدر أبدل الأرقام وعيد ترتيبها هيفضل نفس الإيه؟ الإجابة طب خاصية الدمج بيقصد بها تجميع الأعداد بأي شكل بتحريك الأقواص لما يسمي الخاصة دي خاصية تحريك الأقواص يعني إيه؟ يعني مثلاً لو أنا عندي 12 زائد 15 زائد 10 هنا وضع القصين على مين؟ هتقولي وضع الأقواص على 15 والعشر تماماً 12 زائد 15 زائد 10 يا مثلاً ضمن نفس الأرقام أقولك أيها الأرقام اللي على اليمين نفس الأرقام اللي على اليسار أرقام اللي يمين بيسأل اليسار بس هنا وضع الأقواص على الخمستاشر زائد العشرة. وهنا وضع الاقواص على الاثناشر زائد الخمستاشر. في عندنا حاجة اسمية ولا الترتيب العمليات. بترتيب العمليات اللي داخل الاقواص دي بيتم اولا. بترتيب العمليات اللي داخل القوص دي يجيمع الاول. يعني ايه? يعني هنزل الاثناشر دي زي ما هي. وهجمع دون. يبقى احنا نجمع القوص دي الاول. خمستاشر زائد عشرة بكام? هتقول لي خمسة وعشرين. يبقى انا نزلت الاثناشر زي ما هي? وهجمع لداخل القصين مع بعض. يطلعوا كام? خمسة وعشرين. تمام. تعالوا بقى نجمع. الاثناشر زائد خمسة وعشرين. برافو عليكم. يطلع سابعة وتلاتين. كما تيجي الناحية التانية. هنعمل ايه? برافو. ولادنا الشوتار قالوا يا مستر. هنا حرك الاقواس. احسنت. يبقى لما يبقى عندك اقواس ويتم تحركها. يبقى الخاصية اسمها خاصية ايه? الدمج. تمام. بيقول اتناشر زائد خمستاشر. تعال نجمع Camera positivo. هنجمع. خمسة زائد اتنين سبعة. واحد زائد واحد اتنين. يبقى سبعة وعشرين يا مستر. اقولك برافو. يبقى زيزا اتناشر زائد خمستاشري بكام? بسبعة وعشرين. يعني السبعة وعشرين زائد. هنزل مين? العشرة. يلا نجمع بقى سبعة وعشرين مع مين? مع العشرة. يديك كام? هيديك سبعة وتلاتين. اذا يسوي بعض اونا يسميش بعض. يسوي بعض. يبقى إذن خاصية الدم بيقصد ديها التجميع بأي شكل بس بنحرك مين الأقواس بيبقى عندي ثلاثة أعداد كده ويبدأ يحرك الأقواس هنا عددين غير العددين هيطلع نفسي مين النتيب الخاصية التالتة وهي خاصية العنصر المحيد العنصر المحيد لعملتي الجمعي مين برافو يعني عنصر محيد يعني اللي انت تجمع عليه يطلع نفس الرقم تب اقول سبعة مثلا زائد كام يساوي سبعة السبعة اجمعها على كام ويطلع نفس ايه الرقم ايوة برافو عليك نعمل كده مربع وهكتب بداخله بقى مين الرقم انت تختاره برافو عليكم ممتازين ولدنا بقوله السفر يا مستر احسنتم هقوله سبعة زائد سفر يساوي سبعة تب لو قلت تسعة زائد كام يساوي تسعة ها شو تطار السفر برضو يا مستر تب لو قلت كام زائد حداشر يساوي حداشر ممتازين السفر برضو هنلاحظ هنا ايه ان السفر ده ما اصرش في ناتج الجمع هو ده المقصود بالعنصر المحيد العنصر المحيد هو العنصر اللي ما بيقصرش في الرقم فالرقم بينزل زي ما هو فنقوله سبعة زائد سفر ينزل سبعة احسنتم تسعة زائد تسعة سفر زائد حداشر تنتزل حداشر يبقى مين هو العنصر المحيد برافو عليكم السفر يبقى ما هو العنصر المحيد لعملية الجامعة لما جينا اختياري في الامتحان ان شاء الله بتاخد اخر الشهر يبقى ما هو العنصر محايد للعاملات الجامع? اقول له السفر. يبقى السفر والعنصر محايد الجامعي. ناخد امثلة زي ما المسطر عطانا. يقول لي الف متين تمانية وخمسين. احنا قلنا تلاتات تلاتات نقرأ الاعداد. يبقى التلات ارقام ده متقروا مع بعض. والرقم اللي على الشمال ده يتقل الواحده. فالواحد هنا في خانة الايه? الالوف. ممتازين. يبقى واحد الف متين تمانية وخمسين. اجمع ليه كام? اجمع ليه السفر. يطلع نفسه. يبقى ازا السفر ده عنصر محايد لانه لم يؤثر في الرقم والرقم نزل زي ما هون. تمام. هنا سفر لان مجمع لها تلاتة وعشرين الف ربعمائة ستة وخمسين. هتنزل زي ما هي تلاتة وعشرين الف ربعمائة ستة وخمسين ليه? لان السفر هنا عنصر محايد لعملات الجامع. يعني لا يؤثر في عملات الجامع. يبقى ازا الخواص طيب? الخواص احنا اخدنا كم خاصية كده? برافو. تلات خواص. مين يفكرني? ممتاز. خاصية الابدال. احسنت. احسنت يا احمد. ها? تمام. تاني خاصية. اقول ان الابدال يعني بدل الاركام ما احصرش شيء. تمام. ايا ماريم. ممتازة بتقول لي. تاني خاصية. خاصية الدم. يعني ايه دمج يا ماريم? ممتازين بتقول لي تحريك الاقواس. كتبت في الشهر بتقول لي تحريك الاقواس. يبقى ازا. تالت خاصية عندي العنصر المحايد لعملات الجامع. ممتاز ياسين. وهو السفر. يبقى السفر هو العنصر المحايد لعملات مين? الجامع. يبقى ازا خدنا تلات خواص مع عملات الجامع. الخاصية الاولى هي خاصية الابدال. الخاصية التانية خاصية الدم. الخاصية التالتة هي خاصية العنصر المحايد. تبقى جيلي زي في الامتحان يا مستر. يجيلي الخواص التالية? تستخدم لحل المسألة دي. سفر زائد تلتمية تسعة وستين. يطلع نفس الرقم تلتمية تسعة وستين. ايه الخاصية اللي استخدمتها هنا? ها? الدم? ولا الابدال? ولا العنصر المحايد? ممتازين ولدنا الشطار. قالوا يا ميستر طالما جماعت على السفر. طالما السفر زائد. يبقى ده اسمه العنصر المحايد الجامعي. يبقى السفر هو العنصر المحايد الجامعي. يبقى اذا لو قال لي سفر زائد اي رقم يطلع نفس الرقم يبقى استخدم خاصية العنصر المحايد. استخدم ايه? العنصر المحايد لعملية الجامعي. تمام. نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي ايا من الخواص التالية تستخدم لحل المسألة دي. ستة وتسعين زائد تسعتاشر زائد حداشر. هي هي تسعتاشر لو زائد حداشر زائد سبعة وستين. ايه اللي عمله? هل عمل دمج? يعني عمل اقواس? واللي عمل عنصر محايد يعني حط سف? واللي عمل ابدال? ممتازين برافو على ولادنا. بيقولوا ابدال. يبقى هنا بدأ للارقام سبعة وستين كانت اول رقم خلاها في الاخر. والتسعتاشر بدل ما كانت في النص خلاها في الاول والحضاشر بدل ما كانت في الاخر خلاها في الوسط. يبقى هنا عمل عملية ابدال للارقام. عمل تبديل للارقام. عد ترتيب ايه? الاعداد. عمل ترتيب للاعداد. عد غير في ايه? في ترتيبها. يبقى هنا عملية ايه? ابدال. ولو انت جمعت الارقام اللي على اليسار هتطلع نفس الناتج اللي على اليمين. لان احنا قلنا الابدال من خواص عاملة الجامع. يعني ابدل الارقام كما زي ما انا عايز. هيطلع نفسي مين? الناتج. الخاصية اللي بعد كده. بيقى ايه من خواص ايه الجامع? تستخدم لحل المسألة. برافو عليكم. ولدنا شافوا ايه? شافوا قوس هنا. وشافوا قوس هنا. كان على مين وعلى مين? على العشرة زائد المتين اربعة وتلاتين. راح مبدل القوس وحطه على ستمائة واثناشر زائد مين? زائد العشرة. يبقى دي دمج? ولا ابدال? ولا عنصر محايد? احسنتم دي خاصية الدمج. ليه ايه? تحريك الاقواس. حرك الاقواس. حركها ازاي يا مستر? كانت القوس على العشرة زائد المتين تاتة واربعين? راح محركه وخلاها على مين? خلاها على ستمائة واثناشر زائد العشرة. هيطلع طبعا نفسي الناتج. زي ما احنا جربنا قبل كده. يبقى دي خاصية الدمج. يبقى ايزا? يقف الامتحان يقول لي اختاري الاجابة الصحيحة? ويدقيني مسألة جامع. ويقول لي انت استخدمت خاصية ايه? الدمج? ولا الاددال ولا العنصر المحايد? لو وجدت سفر? يبقى استخدم عنصر المحايد. لو وجدته قعد ترتيب الايه? لا اعداد ولا ايه? وغير ترتيبهم? يبقى اسمه ايه? دين. لو غير الاقواس? يبقى اسمه دمج. يبقى احنا هنا اتعلمنا الايه? خواصة عملية الايه الجامع? وده كان الدرس الاول معنا. بيقول لي اكمل هنا ده هاكل الناتج واكتب لي اسم الخاصية. يبقى هو عايز حكتين. عايزك توجد الناتج سفر زائد خمسين الف متين واربعتاشر. لما السفر اجمع عليه خمسين الف متين واربعتاشر يحصل ايه? ممتازين. هتقولولي هينزل زي ما هو? خمسين الف متين واربعتاشر. ليه? برافو. هتقول لي ان ده عنصر محايد لعملية الجامع السفر عنصر محايد لا يؤثر في الرقم. فالرقم ينزل زي ما هو. يبقى السفر هنا ايه? عنصر محايد جامعي. يبقى اذا السفر لما اجمع عليه الخمسين الف متين واربعتاشر هتنزل زي ما هي? الخمسين الف متين وكام واربعتاشر. خاصية اسمه ايه? طالما فيها سفر. ممتازين اسمها خاصية العنصر المحايد الجامعي. العنصر المحايد الجامعي. تمام. تعالوا نشوف اللي بعدها. هنا عمل ايه نشوف. هنا متين واحد وعشرين. اهي مستر؟ نفسها ايه. يبقى ازا المتين واحد وعشرين على اليسار نزلها تاني على اليمين. هنا مية موجودة على اليسار. هل في مية نحية تانية؟ بتقول لي لا. يبقى ازا المية دي اكيد هتتكتب هنا مكان النقط. والمتين واحد وثلاثين موجودة في اليمين. هتتكتب ان هي حتى تانية مكان النقط. يبقى احنا هنا عملية ايه ابدال ممتازين. ليه لنبدل في الاركام. كاتل المية موجودة على اليمين. على اليسار. مش موجودة على اليمين. يبقى حطها مكان الاصفار. يبقى هنا مية. كاتل متين واحد وثلاثين. موجودة في الجملة العددية بتاعتنا. اللي موجودة على اليمين. وما كانتش موجودة على اليسار. يبقى اكتب على النقطة على اليسار. ويبقى هنا كملت الجملة العدادية بتحت. بقت ميتين واحد وعشرين زائد مية زائد ميتين واحد وتلاتين. هي هي المية زائد ميتين واحد وتلاتين زائد المية واحد وعشرين. يبقى هنا التلات ارقام على اليسار نفسهم على اليمين. اسمها خاصية الابدال. هو بدل في اماكن الاعداد. بدل في اماكن الايه? الاعداد. تمام? نجي نشوف اللي بعدها. هنا عمل ايه? آه ده هنا حرك القوس. الستة وسبعين اهي يا مستر. نفسها اهي. التلاتة وعشرين يا مستر نفسها النحية التانية. يبقى ايه العدد اللي ناقص هنا ممتزين. المية تلاتة وخمسين. هكتبها هنا على النقط. لانها كانت موجودة على الياسات. مش موجودة على اليمين. يبقى النقط هنا كان ناقصها كام؟ المية تلاتة وخمسين. ده العدد اللي ناقص مش موجود هنا. اسمها خاصية ايه. ها ولادنا الشبتار. برافو عليكم الدم. ليه؟ لانه عمل عملية تحريك للأقواس. عمل عملية تحريك لمين؟ القصين. يبقى هنا الأقواس اتحركت. كانت الأقواس فيه على اليمين على ستة وسبعين زايد مية تلاتة وخمسين. كانت على الياسات على المية تلاتة وخمسين زايد التلاتة وعشرين. يبقى هنا لما حرك الأقواس اسمها خاصية الدمج. يبقى اذا ممكن يجي بهالي اختياري ممكن يجي بهالي اكمل. يقول لي يوجد الناتج وشوف مين اللي اكمل الاشيء الناقص وكتب لي اسم الخاصية المستخدمة. فكانت في الاولى سف زائد عدد. يطلع نفس العدد بس عنصر المحايد. في التانية وجدت اعداد موجودة على اليسار مش موجودة على اليمين. وجدت اعداد موجودة على اليمين مش موجودة على اليسار. بدلت. فالمتين واحد وتلاتين موجودة على اليمين. هضعها على النقطة اللي على اليسار. والمية موجودة على اليسار. هكتبها في النقطة الموجودة على اليمين عشان يبقى اذا الاعداد اللي على يمين العامة اليساوي تساوي الاعداد اللي على يسار علامة اليساوي اسم خاصية الابدال ان هو بدل الارقام في التالتة كان نفس الشيء كان عندي تلت ارقام كاملين على اليسار وعندي عددين بس على اليمين وفي عدد ناقص فوجدت هنا 23 زي 23 وجدت 67 زي 67 يبقى مين العدد اللي موجود زيادة هنا مش موجود هنا المية 53 موجودة هنا هي يبقى يكتبها مكان النقط اسم خاصية الدمج ليه لان هنا كان في قصين يتحركوا على الايه الاعداد الاخرى يبقى بحيث ان تحريك الاقواص من خاصية الدمج كان الجرس عندنا وهو مراجعة استراتيجيات الحساب العقلي اول استراتيجية اخدها معايا اسمها استراتيجية التعويض للحصول على قيم عددية مميزة تمام انا اخد طبعا مسائل على الجمع ومسائل على الطاح نبدأ بمسائل الجمع هنا 405 زائد 291 هنا مين العدد اللي ممكن يبقى خليه عدد مميز هتخليه عدد مميز ازاي عند المتين تسعة وتسعين لو زوب عليها واحد هتبقى كام شطار هتبقى تلتمية يبقى تلتمية ده عدد مميز ليه لانه عقد من ارقام العقود هنزل بقى لربعمية وخمسة ممتازين يبقى انا عملت ايه هل انا زودت على المتين دمقى تسعة وتسعين واحد بقيت كام تلتمية كم انت عملت كده ليه مست عشان يبقى تسهل عملت الجمع هتقول له ربعمية وخمسة هنجمع علوم تلتمية او تجمع رقم رقم خمسة زائد سفر تقول لي خمسة وصفر زائد سفر هو السفر واربعة وستلاتة سبعة يبقى النتج بتاعك تلقى بكام سبعمية وخمسة خلصت المسألة اقولك لسه تاخد بقى السبعمية وخمسة وتطرح منها الواحد اللي انت زودته يطلع سبعمية واربعة يبقى دي الاجابة النهائية يبقى انت هنا استخدمت استراتيجية التعويض لحصوله على قيمة عددية مميزة ايه القيمة عددية مميزة كاتل ماتين تسعة وتسعين لو زودتها واحدة تبقى تلتمية طب ناخد مثال تاني لو قلت مثلا خمسة وتمانين زائد سبعة وتلاتين من هنا العدد اللي ممكن نخليه عدد مميز ممتازين السبعة وتلاتين ازاي خليه مميز برافو ولادنا قالولي هنزود عليها مستر تلاتة تمام يبقى نقوله كده زائد تلاتة يبقى سبعة وتلاتين زائد تلاتة كام هتقول لي اربعين ممتاز اقولك تعالى بقى نزل الخمسة الخمسة وتمانين ويلا نجمع هقول له يساوي خمسة زائد سفل هتقول لي خمسة تمانية زائد اربعة اتناشر يبقى مية خمسة وعشرين المية خمسة وعشرين اللي نتها جدي تروح طارح منها التلاتة اللي انت زودتها قبل كده يبقى يساوي كام يساوي مية اتنين وعشرين يبقى نقولها تاني هنخد امثلة تانية عشان نستوعد يبقى انت هنا في مسائل الجامع واستخدمت خاصية التعويض عشان توجد ارقام مميزة او قيمة عددية مميزة اللي انت تزوده في النهاية تنقصه تاني يعني ايه مستر يعني انت زودت واحد يبقى فينها لازم تنقص واحد زودت تلاتة يبقى فينها لازم تنقص تلاتة زودت اربعة يبقى لازم تيجي في الاخر وتنقص اربعة تمام يبقى هنا المية تسعة وتسعين هروح مزود عليها كام هزود عليها واحد يبقى انا زودت واحد وقعت بتلتمية يبقى هنا نقول له ايه هروح منزل اللي ربعمية وخمسة يبقى انا زودت كام زودت واحد تمام هروح جامع بقى. خمسة زائد سفر هتقول لي خمسة. وسفر زائد زي السفر هو السفر. واربعة وثلاثة سبعة يبقى ديني سبعمية وخمسة. احسنت. ناخد السبعمية وخمسة. والنقص منها الواحد اللي انت زودته. يبقى يطلع سبعمية واربعة. كمان? ايما ايزا اللي انا زودت فوق هنقصه تحت. بعد ما جيبي الناتج النهائل. طب ناخد مسألة كمان. برضو في الجمع. مية تسعة وتسعين زائد الكام المية وخمسة. هناخد مين المنقر يبقى عدد مميز المية تسعة وتسعين. لو زودت عليها كام? هزود عليها واحد. لو زودت عليها واحد هتبقى متين. زائد المية وخمسة. زيت زي ما هي. يبقى ده العدد الايه المميز. زودت عليه واحد بقى متين. يلا نجمع. خمسة زائد سفر هتقول لي خمسة. وصفر زائد صفر وصفر واثنين واحد ثلاثة يبقى تلتمية وخمسة خلصت المسألة يقول لك لسه انت هنا زودت كام واحد يبقى لازم القيمة اللي انت جبتها النهاية لها تلتمية وخمسة تناقص منها الواحد اللي انت زودته قبل كده يبقى تلتمية وخمسة ناقص الواحد يطلع تلتمية واربعة ده النتج النهائي تبدعنا عملته في الجامع كما تيجي ندي المسألة تاني يا مستر عشان على الجامع تمام هناخد مسألة تانية لو انا قلتلك اه ميتين مثلا وخمسين او ميتين واحد وخمسين زائد تسعة وتسعين يساوي هعمل ايه ميل عدد من اللي ليه قيمة مميزة احسنت هتقول لتسعة وتسعين برافو هعمل ايه هتقول لها زود عليه واحد هيبقى كام هتقول لها هيبقى مية بالشكل ده هروح منزل الميتين واحد وخمسين اهي ونبدأ نجمع ميتين واحد وخمسين زائد مية يبقى تلتمية واحد وخمسين ممتاز تعال ناخد بقى تلتمية واحد وخمسين اللي انت اجبتها النهائية ونقص منها الواحد اللي انت زودته قبل كده يديك تلتمية وكام تلتمية وخمسين يبقى انت كلا جبت الناتج لما نجي ناخد مثال تاني لو قلت اربعة واربعين زائد ستة وتلاتين واقول له يساوي هنا قدام الخيارين يا اما تخلي الاربعة واربعين عدد مميز يتخلي ستة وتلاتين الاتنين ينفعوا تقدر تزود دي ستة تبقى خمسين وتقدر تزود دي اربعة يتبقى كام اربعين لا تعال نزود دي عشان هنا هزود اقل يبقى هنا زائد اربعة يبقى ستة وتلاتين زائد اربعة كام اربعين ممتاز واقول لك زائد ونزل الاربعة واربعين زي ما هي يلا نبدأ نجمع اربعة واربعين زائد اربعين هتقول لي اربعة وتمانين تمام خلصت اقول لك لسه تاخد بقى الاربعة وتمانين اللي انت جبتها وتطرح منها الاربعة اللي انت زودتها قبل كده يساوي تمانين يبقى انت كده جبتي الحل بتاعي تهلا تمام يبقى احنا هنا خدنا نعمل ايه في الجام يبقى اللي انت هتزوده تنقصه مرة تانية في الاخر زودت واحد يبقى في الاخر تنقص واحد زودت اتنين يبقى في الاخر تنقص اتنين وهكذا عشان تستخدم الاعداد المميزة اسمه خاصيت ايه او استراتيجية ايه ممتاز استراتيجية التعويض استراتيجية اولا دي عن طريقة طريقة لحل المسائل بالحساب العقلي تعالوا ناخد طريقة تانية لما يبقى طرح بقى اه نعمل نفس الطريقة التسعة وتلاتين دي هتزود عليها واحد يبقى كام هتقول لي اربعين شاطر يبقى انت زودت واحد وتنزل الستة وتلاتين زي ما هي تمام اقول له يساوي نعمل عملية الترح تلاتة ناقص سيف هتقول لي تلاتة ستة ناقص اربع اتنين خلص انت المسائل اقولك لا خد بقى الرقم النهائي اللي هو تلاتة وعشرين واعمل ايه اعمل زي ما هنا بقى اناقص واحد اقولك لا في الطرح انت زودت واحد تروح مزود زي واحد في النهاية يبقى ناتج النهاية اربعة وعشرين يبقى اذا الطرح غير الجامع في الجامع لو زودت واحد تنقص واحد في الجامع في الطرح لو زودت واحد في الاول تزود واحد في الاخر تاني يعني في الطرح ازود ازود في الجامع لا ازود وبعد كده نقص تاني في الجامع باستخدام استراتيجية التعويض لو زودت في الاول تنقص في الاخر بس تزود وتنقص نفس الرقم في الطرح لا ازود ازود زودت واحد يبقى ازود واحد في النهاية طب طبعا ناخد الايه المسألة مرة تانية اهيه عشان ولدنا يقدروا يسوعبوا ايه الاستراتيجية دي ويقدروا يبقى متمكنين منها اوي يبقى التسعة وتلاتين هلو اعمل ايه برافو ولادنا بقول لها مستر هتزود واحد انا اقول له هنا زائد واحد هتزود واحد على التسعة وتلاتين هتبقى اربعين ونزل ناقص الستة وتلاتين تلاتة وستين تعالوا نطرح تلاتة ناقص سفل تقولي تلاتة ونسيطة ناقص اربعة اتنين يبقى تلاتة وعشرين هاخد ذا التلاتة وعشرين واروح مزود عليها الواحد اللي انا زودت يبقى هنا زودت واحد وفي الاخر روح مزود نفس الرقم ام تعمل الكلام ده في مسألة الطرح في الجامعة لا لما تزود واحد في البداية تروح منقصه في النهاية يبقى ده فرق ما بين الجامعة والطرح ناخد مسألة الطرحتين برضو التلاتة وتسعة وتسعين اعمل ايه هروح مزودها واحد هتبقى كام هتبقى اربعمية واروح منقص مينها؟ انقصها من سبعمية واحد وستين يلا نقص رقم رقم ستة ناقص سف ايه سوري واحد ناقص سف هتقلي واحد ستة ناقص سف ستة وسبعة ناقص اربعة ثلاتة يبقى تلتمية واحد وستين هاخد تلتمية واحد وستين واروح مزود عليها واحد لانا زودت واحد في البداية يبقى روح مزود عليها واحد في النهاية لان دي كانت مسألة طرح وفي طريقة التعويض لما بقى بطرح وزود في الأول هزود في الآخر في الجامعة لا لو زودتي في الأول أناقص في الآخر يبقى يطلع 362 دي أول استراتيجية عندنا تاني استراتيجية استراتيجية التحليل والتجميع يعني مستراتيجية التحليل والتجميع يعني هحل العدد واروح مجمعه طب ناخد مثال هعمل ايه هروح ماسك الرقم ده وحلله بالصيغة الممتدة حلله بالصيغة مين الممتدة مين يفكرني برافو ولدنا بيقولها تبقى اتنين اقول لك ممتاز زائد خمسين عشان خمسة في خمسة العشرات زائد الواحد في المئات بمية ممتاز طيب هتعمل يا مستر هاخد بقى الخمسمية واحد وتمانين واروح جمع عليها وحدة وحدة من دوب فاجمع عليها كامل اول اروح جمع عليها المية اقول له زائد مية يبقى انا ازود خنتي المئات يبقى خمسمية زائد مية بكام بستمية واحد وتمانين تمامي وانا كده جمعت اروح ماسك النتج النهائي اللي هو ستمية واحد وتمانين واروح جمع عليه تاني رقم اللي هو كامل خمسين يلا نجمع واحد زائد سف هتقول لي واحد تمانية زائد خمسة تلاتاش تلاتة ومعان الواحد واحد عال ستة سبعة بقت سبعمية واحد وتلاتين هاخد السبعمية واحد وتلاتين واروح جميع عليها اخر رقم عندي في التحليل وهو الاتنين هتطلع سبعمية تلاتة وتلاتين سبعمية وتلاتين لما زودها اثنين هتبقى سبعمية تلاتة وتلاتين وده نتج النهائي يبقى انا عملت ايه حلالت المية تنين وخمسين وده تجمع على خمسمية اهد وتمانين طبعا بقى بحل المين بحلل العدد الاصغر لما تيجي تحلل اسهلك حلل الاصغر. طيب افرض يا مصر انا حللت الكبيرة بمسألة غلطة اقول لك لا. المسألة مش قطع. انت اختار العدد اللي هتحلله ويبدأ جمعه على العدد الايه التاني. طيب. يبقى نقول له. يبقى انا حلل المائة اتنين وخمسين. اقول له المائة اتنين وخمسين. اول عدد. هنبدأ من اليسار. الواحدة في خانة الايه المائة. يبقى كتب واحد. وهشير الخمسة وحط صفر وحط وحش مكان اتنين صفر. هيبقى مية. زائد. هيجي دولة الخمسة. هكتب الخمسة وحش الاتنين وحط مكانها صفر. يبقى خمسين. زائد. شو انا عملت كل واحدة بلون. الاتنين في خانة الاحدة ينزل اتنين. يبقى انا كده حللت العدد مية اتنين وخمسين. هنسك الخمسمية واحد وتمانين. واجمع عليها المية لبالاحمر. خدت اول عدد بالاحمر اوه. يبقى نجمعه. هيطلع كام? ستمية واحد وتمانين. نمح المسكين الث任ة واحد وتمانين نجمع لها ال defence نجمع لها الخمسين واحد وتمانين. نجمع لها الـ خمسين بالأزرق. يساوي واحد زائد الصفر والواحد وثمانية وستة. تمانية وخمسة تلاتве علمنا الواحد واحد علم ستة. سبعة يعني 750 theology Ça يبقى 731. نمسك 731 و نجمع لها اخر راقم اللي بالأخضر دا. يبقى زائد اتنين هتساوي 733. انا هنا استخدمت استراتيجيات التحليل والتجميع. ناخدها مرة واحدة تانية. ناخد بقى طرح. هي هي. نفس الشيء. هناخد التمانية وتلاتين ونحللها. يبقى تمانية وتلاتين تساوي. التلاتة هنا في خانة العشرة. يبقى تلاتين. يبقى تلاتة. والسي مكان التمانية حط هنا سفر زائد. التمانية في خانة الاحد تمانية. هنمسك المية ستة واربعين. ونطرح منك كام التلاتين. ستة ناقص سفر هتقولي ستة. اربعة مقص تلاتة واحد. والواحد ينزل تنزل بمية والستاشر. يبقى المية والستاشر هنا. نوح مسكين المية والستاشر. ونطرح منها التمانية. يبقى هنا في ما فيش فعل ما بين الجامع والطرح بنحلل هنا ونحل هنا بس هنا بنجمع هنا بنطرح. نطرح ستة ناقص تمانية ما ينفعش. هنستلف من الواحد ده بقى سفر. والستة دي بقى الستاشر. ستاشر ناقص تمانية تمانية. والسفر ينزل. والواحد ينزل يبقى مية وتمانية. طيب احنا دي تاني ايه? استراتيجية اخدناها. تعالوا نشوف استراتيجية العد الوصول من العدد الاقل للعدد الايه? الاكبر. نعمل ايه? نشوف. هعمل ايه? العدد اللي انا الاصغر اهو اللي هو تمانية واربعين. هروح مزود عليه اتنين. يبقى كام? بقى خمسين. الخمسين. اهي ما دي ستتمية اتنين وخمسين. يبقى الخمسين دي هزود عليك كام? هزود عليك ستتمية. بقت كام? بقت ستتمية وخمسين. انا عايز اوصل لستتمية اتنين وخمسين. يبقى نقصني مين? نقصني الاتنين دي. يبقى نقول له زائد اتنين. بقت ستتمية اتنين وخمسين. يبقى والستمية اللي هو باللون الازرق. والاتنين. ونبقى نجمعهم. يبقى تنين زائد ستمية زائد اتنين. ده كده الناتج بتاع الطرح ده. لو يطلع ستمية واربعة. تمام? ناخد واحدة تانية. همسك العدد الاقل. اللي هو تلاتة وكم? واربعين. اروح موصله للعقد. التلاتة اربعين اقرب عقدي لها كم? خمسين. يبقى محتاجة كم? محتاجة سبعة. اقول خمسين. بس انا عايزة تمانين يا مستر مش خمسين. برافو. يبقى زود عليها تلاتين. بقت كام? بقت تمانين. بس انا عايزة اوصل لخمسة وتمانين. يبقى نصة كام? خمسة. يبقى اقول له زائد خمسة. يبقى خمسة وتمانين. يبقى عديد. بدأ تزود العدد الاصغر. في غير ما وصلت العدد الاكبر. يبقى وصلت الخمسة وتمانين لنفس العدد المطروح. يبقى زودت كان? زودت سبعة وزودت تلاتين وزودت خمسة اجمعهم. خمسة سبعة زائد تلاتين بسبعة وتلاتين نزيل عليهم خمسة يبقى اتنين واربعين. يبقى ده ناتج الايه? الطرح. طب قارب لتقدر مجموع الدرس التالي بقى نجمع. ثم اوجد الناتج الفعلي. عايزين اعطيني مسألة جامل? بيقول استخدم التقريب الاقرب عشرة. مين يفكر بالتقريب الاقرب عشرة. برافو. احط سف واشتب رقم واشوف يدي ولا ما يديش. احسن. يبقى ناتج التقريب. نكتب المسألة. روبا واحد وتسعين زائد المية تمانية وتلاتين. اروح ماسك مين? اروح ماسك اول رقم اهو. هنقربوا الاقرب كام? عشرة. في العشرة هعمل يا مستر? هتضع سف. برافو. واشتب اول رقم. اول رقم انا اللي شطرته كامل واحد. الواحد ده عدد بخيل. مين يفكر بالاعداد البخيلة? ممتازين. السفر والواحد والاثنين والتلاتة والاربعة. فالواحد ده عدد بخيل ما يزوجش? يبقى تنزل تسعة واربعين زي ما هي? ممتازين. زائد. تعالوا نشوف اللي بعدها. عدد قرب لاقرب عشرة. اروح منازل السفر. واشتب اول رقم. اول رقم شطبته مين التمانية? التمانية ده عدد كريم. مين يفكر والتمانية والتسعة. فالتمانية ده عدد كريم يروح مزود واحد على العدد المجاور على العشرات. بقت اربعة والواحد ينزل. يلا نبدأ نجمع. سفر زائد سفر والسفر. تسعة زائد اربعة تلاتاشر. تلاتة ومعانا الواحد. واحد على الاربعة خمسة واحد ستة. يبقى ينزل ستمية وتلاتين. نحن لقى تاني عشان ولادنا يستوعبوا اكتر. احنا عملنا ايه? هنقول تاني. احنا عايزين نقرب لأقرب عشرة. الاعداد اللي امامنا. نعمل ايه? عشان نقربها لأقرب عشرة اول حاجة. هنضع سفر يا مستر. وبعدين هشطب اول رقم. يبقى انا هشطب الواحد. الواحد ده عدد بخيل. يبقى تنزل تسعة واربعين. يبقى يطلع الناتج بروب. مية وتسعين. التانية. هضع سفر يا مستر. وهشطب اول رقم. التمانية من الاعداد الكريمة هتزود واحد على التلاتة. هتبقى اربعة. يبقى اربعتاشر على مية واربعين. اهيه. يلا نجمع. سفر زائد سفر. هتقول لي سفر. تسعة زائد اربعة تلاتاشر. تلاتة ومعانا الواحد. واحد على اربعة خمسة واحد. ممتاز. يبقى ستة وتلاتين. ستمائة وتلاتين كلها. تمام. تعالوا جيب الناتج الفعلي. يعني نكتب مسألة ونجمع ايه فعليا? هنكتبها رقصي ونجمع. واحد زائد تمانية تقول لي تسعة. تسعة زائد تلاتة اتناشر اتنين ومعانا الواحد. واحد على اربعة خمسة. خمسة واحد ستة. يبقى ستمائة تسعة وعشرين. تب العدد ده. لو انا قررته الاقرب عشرة. هلأ اطلع نفس الناتج ده ولا لا? فعلا. ما انت هتشتب التسعة وتحط ما كانها سفت. التسعة عدد كريم. هتزود واحد واحد على الاتنين. تلاتة. يبقى ستمائة وتلاتين. يبقى فعلا ان هنا ايه? بمقارنة ناتج التقريب بالنتج الفعلي. نجد ان الاجابة معقولة. ناخد نسال تاني. قارب. ليه? تحصل على الناتج. كام? المسألة خمسة تلاب. وكام? ومتين. خمسة وتلاتين زائد الفين ستمائة اربعة وخمسين. عايزين نقلبهم لأقرب مئة. نعمل ايه? مين فكرني بالتقريب لأقرب مئة? احسنتم. بتقولولي يا مستر. انا اضع سفرين. ممتازين. يبقى انا اضع سفرين. لان المية امامها سفرين. يبقى هاشتب رقمين. الرقم الاول والتاني. شطبت الاحد والعشرات. لان انا عايز المئات. او اخر رقم شطبته مين? التلاتة. التلاتة ده عدد بخير. ينزل الاتنين زي ما هو. والخمسة. بقت خمس تلاف ومتين. زائد. هنا برضو اقرب لأقرب مية. هضع السفرين. ممتازين. يبقى هاشتب رقمين. اخر رقم شطبته الكمسة. الخمسة ده عدد كريم. هيزود واحد فوق الستة. بقت سبعة. والفصلة نزلت. والاتنينة تنزل. يلا بقى نجمع. سفر زائد سفر. هتقول لي سفر. سفر زائد سفر. هو السفر. اتنين وسبعة. تسعة. ممتاز. ادي الفصلة بتاعتنا اللي بتفصل ما بين الارقام. وخمسة واتنين سبعة. يبقى سبعة تلاف وتسعمية. نحن لها مرة تانية عشان ولادنا يقدروا يركزوا اكتر واستوعبوا. احنا بنقول ايه? يبقى انا هقرب لأقرب مئة. في التقريب لأقرب مئة بعمل ايه? ممتازين. هنضع سفر ايه. ونشتب رقمين. الرقم الاخير التلاتة بخير. هتنزل اتنين وخمسين. يبقى خمس تلاف ومتين. برضو هاشتب رقمين. وهضع سفرين. اخر رقم شطعته الخمسة. كريمة يزود واحد على ستة وعشرين بقى سبعة وعشرين. يبقى الفين وسبعمية. نجمع. سفر زائد سفر. تقول لي سفر. سفر زائد سفر. هو السفر. اتنين وسبعة. تسعة. والفصلة نزلت. وخمسة واتنين. سبعة. يبقى الرقم بتاع بقى سبعة تلاف وتسعمية. تعال نجمع الناتج الفعلي. هنكتبهم رأسي ونجمع. خمسة زائد اربعة. تسعة. تلاتة وخمسة. تمانية. اتنين وستة. تمانية. شطار. الفصلة نزلت. وخمسة واتنين. سبعة. لو انا قربت العدد ده لأقرب مية. هاشتب اول رقمين. وهضع سفرين. اهو. اخر رقم شطعته التمانية كريم. هزود واحد تمانية. على التمانية بقى التسعة. والسبعة. يعني سبعة تلاف وتسعمية. يبقى انت لو مقارنة تلاقي الناتج ايه? معقول. يبقى الجواب تحتك معقول. ايه مقارنة ناتج التقريب. هنجد على ناتج الفعل ايه? معقول. يسافر محمد. وعبير من اسوان الى اسكندرية. في اليوم الاول. يسافران تلتمية تلاتة وتمانين كيلو مت. الى اسيوت. ثم يسافران سبعمية. خمسمية سبعة وتسعين كيلو متر من اسيوت الى الاسكندرية. في اليوم التاني. ما عدد الكيلو مترات التي سوف يسافرانها في اليومين? اه. يبقى دي مسألة جمع. لانه سافر مسافة من. اليوم الاول. سافر من اسوان لاسيوت. قطع تلتمية تلاتة وتمانين كيلو. في اليوم التاني. سافر من اسيوت للاسكندرية. قطع مسافة خمسمية سبعة وتسعين. فهو عايز كيلو عدد الكيلو مترات اللي هيسافرانها في الايه? في اليومين. يبقى عايز ايه? جمع. يبقى احنا هنجمع. يبقى هنجمع. التلتمية تلاتة وتمانين. مع الكام? رابو عليك. مع الخمسمية سبعة وتسعين. طيب. يلا نجمع. تلاتة زائد سبعة. تقول لي عشرة سفره معانا. الواحد. واحد على التمانية تسعة. تسعة وتسعة. برافو. تمنتاشر. تمانية ومعانا الواحد. واحد على التلاتة اربعة وخمسة. برافو عليكم. تسعة. يبقى المسافة كلها تسعمية وتمانين كيلو متر. طيب. في ولاد كاتب لنا بقول لي يا مستر معيشي. قل لنا تاني على استراتيجية التعويض. في واحدة جمع واحدة طرح. طيب. لو انا عندي مثلا ستمية وخمسة زائد مية سبعة وتسعين. وعايز استخدم استراتيجية التعويض. ايه التعويض دي يا مستر? اللي انا بشوف العدد المميز ده عشنا اوصل لقيمة عددية مميزة. المية سبعة وتسعين دي. لو انا زودت عليها تلاتة. لو انا زودت عليها كام? تلاتة توصل لكام? هتبقى ميتين. برافو عليك. هتبقى كام? ميتين. فالميتين اجمع عليك كام? الستمية وخمسة. يلا نجمع. برافو عليك. مولادنا يقوله? ميتين زائد ستمية وخمسة. هيطلعوا تمنمية وخمسة. كده خلصت? اقول لك لا. هتاخد بقى التمنمية وخمسة. التمنمية وكم? وخمسة. وتطرح منها التلاتة اللي انت زودتها قبل كده. فتقوله ناقص تلاتة. يطلع تمنمية واثنين. يبقى ده الناتج اللي ايه? الفعلي. استخدمة استراتيجية التعويض للوصول لقيمة عددية مميزة. ده دي مسألة جامع. ناخد واحدة طرح بناء على ولادنا اللي كاتبين عايزيني ان نفهمها تاني. لو انا عندي مثلا تسعة وتمانين. عايزة اطرح منها سبعة وتلاتين. اقول له يساوي. هعمل ايه? برافو. هروح مزود على ده تلاتة. عشان اوصل لقيمة عددية مميزة. تبقى كام? تقول لي اربعين. هي بقول له تسعة وتمانين ناقص الاربعين. هي نزلت التسعة وتمانين هي ناقص اربعين. تعال نطرح. تسعة ناقص سف. هتقول لي تسعة. ثمانية ناقص اربعة اربعة. طيب التسعة واربعين اللي انا اتجت. هتعمل ايه? هتعمل زي الجامع. زي ما جمعت تلاتة. ناقصت تلاتة اقول لك لأ دي دي طرح. فانت هنا جمعت تلاتة تروح جمع تاني تلاتة. فتقول له يساوي. تسعة زائد تلاتة كام? اتناشر. اتنين ومعانا الواحد. واحد على اربعة خمسة. يبقى النتج بتاعك كام اتنين وخمسين. تبعا انت عايز تتأكد. اللي انا انا بقوله ده صح. تماتينك تطرح من الاول. تسعة انا قس سبع كام? تقول اتنين. اتنين وخمسين اتنين وخمسين اهي. شوفت الطريقة زه? سهلة? تمام. يبقى استراتيجية اسمها استراتيجية ايه? التعوير. يبقى ده كان الولادنا عايزين يعرفوها. يبقى احنا هنا ادرنا نعمل ايه? ادرنا نخلص خواص الجامع. اعملات الجامع. وخدنا استراتيجيات حساب عقلي. واخدنا جامع معات التسميع. طبعا ده رابط الاختبار. ان شاء الله انا هدعو لكم في الشات. اه اتعلمنا مع نهاية الحصة. اتعلمنا خواص عاملات الجامع اللي هو الابدال والدمج. وابدال ودمج وعنصر محايد جامعي. وخدنا استراتيجيات متنوعة للجامع والطرح. وقدرنا نجمع عدد صحيحة متعددة الايه? الارقام. الى هنا نص النهاية حلقتنا لازل اليوم. على امل اللقاء بكم في حلقاتي القادمة. كان اصحابكم في رحلاتكم استاذ محمد نجم معلم الرياضيات. ومدرب النظام الجديد. ومدرب مادة الرياضيات للصفوف العليا. ومدرب الادارة الحديثة. محافظة بن سويف. في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.